ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق والسطية تنضم إلينا الصحفية ليلاف قد جو سباح الخير ليلاف سباح الخير لك إسماعيل ولمشاهدين ليلاف فيما يخص مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل إلى أين وصلت وما آخر التطورات طبعا إسماعيل في آخر التطورات حول هذه المفاوضات كان في تصريحات من البيت الأبيض بأنه سيكون هناك اتفاق وشيك بين إسرائيل وحماس أيضا أمس كان في تصريحات من قبل وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر مصرية رفعة المستوى بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول بعض المقاتل الخلافية بينما إسرائيل فهي تتحدث بأنها متشائمة عموما ما يجري من مفاوضات يتزامن أو رافقه سيطرة إسرائيلية على معبر رفح وهو ما أثار تساؤلات حول التوقيت إن كان مقصود أو كان عفوي أيضا تزامن كما يتم توصيف ما حدث بأنها مفاوضات تحت النار عموما يرافق ذلك مع تحذيرات دولية وأقليمية كل ذلك أيضا جاء رغم أنه في ضغوطات دولية وأقليمية دعنا نتحدث بصراحة بأنه اليوم عندما يكون هناك تحذيرات وتتزايد يوما بعد يوم بمسألة رفح هذا يشير بأنه إسرائيل هي تنوي فعلا أن تقوم بعملية عسكرية في رفح مهما كان زيادة هذه التحذيرات هي مؤشر وقد تكون رسائل اليوم لدول إقليمية بأن تعيد حسابتها بشكل ما أو بآخر أو تتجهز لأي تغير معين في المنطقة إذن عندما يكون هناك تحذير معين بمسألة ما ويتتزايد هذه التحذيرات فهذا يعني بأنه في علم مسبق بأنه ما يتم الحديث عنه بأنه سيحدث فهو سيحدث فعليا وهذا من وجهة نظر مراقبين طيب يعني للاف يعني اليوم ماذا تريد حكومة بن يميني تنياهو من سيطرتها على الجانب الفلسطيني من رفح من معبر رفح سيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعني هذا المعبر هو يشكل رمزية اليوم بالنسبة للفلسطينيين وكان في تحذيرات كما قلت قبل قليل أو كان في إدانة قبل قليل من قبل بعض الدول أو من قبل يوم الدول الأقليمية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية عموما وزارة الخارجية الأمريكية قالت بأن هذا المعبر أصبح تحت مسؤولية كاملة للجيش الإسرائيلي أي أنها تلقي بالمسؤولية على إسرائيل وكان في بعض المخاوف من هذه السيطرة ولكن كما قلنا مفاوضات تحت النار يعني ما يجري الآن في رفح هو يتزامن مع مفاوضات دبلوماسية وأيضا سياسية ما يراد بحسب مراقبين أو يوصفون هذه الحالة بأنه هي محاولة الضغط على حماس لتقديم تنازلات بشكل أكبر تعليق وليس إيقاف إطلاق النار أو وقف الحرب تعليقه لغاية الإفراج عن الرهاء والأسرى لدى حماس بالتالي إسرائيل تريد التنازل من قبل حماس أكثر وأكثر وجاءت هذه الخطوة ويوصفها مراقبين بأن هذه الخطوة تأتي تحت إطار ما يسمى الردع المتدرج والضغط على حما وبالعموم اليوم بن يمين نتنياهو يريد انتصار عسكري ولكن أو الإفراج عن الرهاء لذلك جاءت مسألة رفح بحسب اليوم محللين عسكريين انتشار اليوم أو وضع حاجز أو فاصل بين خان يونس ورفح وإعادة انتشار معين للجيش الإسرائيلي ومحاولة أن تضيق على مقاتلي حماس أو تقطع على مقاتلي حماس بالاتجاه نحو الجنوب الغربي لرفح كلها تأتي في إطار أن تقطع وتضغط بشكل أكبر على حماس أيضا كان في تصريحات بشأن مستقبل هذا المعبر سنتي عليه بعد قليل ولكن كله يأتي في إطار الضغط على حماس عموما كان في عبر وسائل الإعلام كان في تصريحات لأحد المسؤولين عن حماس يعني صرحت لأحد الوسائل الإعلامية بأنه تم التوصل الاتفاق معين ولكن يحشى أن يكون هناك عرقلة إسرائيلية لهذا الاتفاق طيب ليلاف هذه الخطوة أو سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر رفاح يعني يعتبر من الخطوة أو خيار الصعب بالنسبة لإسرائيل وخصوصا بأنه كما يقول المراقبون أنه ربما يؤثر على تقويض أو يؤدي إلى تقويض الهدنة وأيضا يؤثر على حياة الرهائن وأيضا ربما له تداعيات كبيرة ماذا تحدثين عن هذا الموضوع؟ هذه الخطوة جاءت عقبة موافقة حماس على مقترح صاغته مصر وقطر وقالت إسرائيل بأنه ليس لديها علم وهذه النسخة معدلة وما إلى ذلك عموما مسألة رفاح وعملية اجتياح رفاح تم تأجيلها لعدة مرات جاءت بعد موافقة حماس لأنه كان تتمنى إسرائيل أن حماس ترفض أي صفقة لكي تلقي باللوم على إسرائيل جاءت هذه الخطوة للضغط كما قلنا على حماس ولكن بحسب أيضا محللين عسكريين ما سيجري إن كان في عملية عسكرية في رفاح هو أمر صعب جدا لأنه بالبداية القتال أو ما سيحدث على الأرض لن تكون الدبابات موجودة أو المدفعيات السقيلة هو قتال على الأرض هو قتال داخل الأنفاق لذلك في صعوبة بالنسبة لإسرائيل لأنه أولا هي لا تعرف عمق الأنفاق وهي لا تعرف كيف ينتشر مسلحي حماس أو مقاتلي حماس في القطع وأيضا مسألة الرهائن يوم يشير مراقبين إلى أن مصير حماس مرتبط بمصير الرهائن ومصير الرهائن مرتبط بمصير حماس يعني إذا ما قضت إسرائيل على البقية الباقية من مسلحي أو مقاتلي حماس فإنه أيضا هذا يعني بأنه من الممكن أن يتم القضاء على الرهائن لأنه كما نسمع بأنه الرهائن متواجدين حول مقاتلي أو قيادات حماس الكبيرة لذلك هذه صعوبة كبرى ويعني بمسألة الأسلحة والأسلحة التي ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية أو الويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قال بأنه الولايات المتحدة الأمريكية علقت مسألة المساعدات أو إرسال قنابل تقريبا 1800 من وزن معين من القنابل و1500 من وزن أخف من أنواع من القنابل ولكن عموما هذه الخطوة تأتي بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر من الأسلحة التي استخدمت في الحرب مع إسرائيل وهي كلها جاءت للضغط على إسرائيل بتصريحات جديدة قبل قليل كان يائر لابيد يتحدث بأن هذه الخطوة الأمريكية جاءت بسبب فشل لإدارة الحكومة الإسرائيلية كان في غضب إسرائيلي من هذه الخطوة وأيضا إسرائيل عبر بعض وسائل الإعلام تحدثت أو حذرت واشنطن من هذه العملية بأنها ستقوض مسألة المفاوضات حول الرهائن لذلك اليوم إذا تم الذهاب نحو عملية عسكرية في رفح فعلى الميدان كما يقول اليوم محللين عسكريين لا أحد سيكون رابح المعادلة ستكون صفر لأنه كما شرحنا قبل قليل لماذا والأمر سيكون صعب وليس كما يتم الحديث عنه بأنه سهل سؤال الأخير اليوم يتم الحديث أيضا عن سيناريوهات جديدة لإدارة معبر رفح يعني ما هي السيناريوهات التي يتم الحديث عنها وأي من هذه السيناريوهات أكثر احتمالية حدوثها يعني كما نشاهد بأنه إسرائيل الآن سيطرت على كل المعابر في قطاع غزة وهو ما كانت تخطط له في الحقيقة منذ البداية لتعرف أو ليكون لديها قدرة على العلم وإدارة هذه المعابر وتعرف كل من يدخل وكل ما يدخل إلى القطاع مثلا هاريس في تقرير لها هاريس تحدث بأنه في اتفاق اليوم على أن تكون هناك شركة أمنية أمريكية بين إسرائيل طبعا والولايات المتحدة بأنه هي من ستدير قطاع معبر رفح من ثم من الممكن أن يكون هناك جانب فلسطيني ليس له علاقة بحماس أن يدير أيضا فيما بعد المعبر هاريس تحدثت بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في اتفاق مصري أمريكي أو هاريس هي التي قالت أنه في اتفاق مصري أمريكي على أن يكون هناك شركة أمنية هاريس تحدثت بأنه من الممكن أن يكون فيما بعد هناك جانب فلسطيني قد يدير المعبر ولكن سيكون هناك عفوا موقع إكسيوس أنا صرت خربت بين التقارير موقع إكسيوس تحدثت بأنه من الممكن أن يكون هناك إدارة أمريكية ومن ثم تسليمه أيضا لجانب فلسطيني ليس له علاقة بحماس لتسليم لإدارة المعبر ونقل وتوزيع المساعدات في وسائل إعلامية كبيرة نقلت عن مصادر فلسطينية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم إغلاق معبر رفح بالكامل وسيكون هناك شركة أمنية أمريكية هي من ستدير معبر كرم أبو سالم بالتالي عندما يتم الحديث بأنه بعض الأطراف تفاجأت من سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحديث على أنه في شركات أمنية أمريكية هذا يعني بأنه في تنسيق مسبق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع معبر رفح لذلك عموما هذه هي السيناريوهات وأيضا كانت وزارة الخارجية الأمريكية كما قلت قبل قليل ألقت بالمسؤولية بشكل كامل على إسرائيل وأيضا عادت للتحدث عن المساعدات وأنه ما يدخل من مساعدات إلى قطع غزة هو أو نسبة دخول المساعدات إلى قطع غزة هو أمر غير مسبوك وهذا يعيدنا قليلا بشكل قليل إلى الوراء عندما كان بلينكين في زيارة إلى إسرائيل وبشأن المفاوضات من ثم تحدث عن المساعدات ويجب زيادة المساعدات وما إلى ذلك وهنا يرى مراقبون عندما يتم الحديث عن المساعدات في خضم هذه المفاوضات البعض يشير إلى أنه من الممكن أن لا يكون هناك نتيجة مرضية لكل الأطراف أو بالنسبة للجانب الفلسطيني لذلك يتم التركيز على مسألة المساعدات عموما الساعات المقبلة بحسب العديد من المراقبين أو حسب العديد من المصادر البعض يقول بأنها تحمل انفراجة والبعض الآخر يقول بأنه لا هو متشائم وسنرى ما سيحدث في الساعات القادمة الصحفية للاف قد جعل جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات